في البليت لا هو نبني عليك أن يقول في سيمي تجارب المجاليسية في العالم الكلها ديمت بضعة سنوات والكلها ارتفقت بحالة ثورية معناها فما موفمان سبونتاني حاجة معناها تلقى اياه في سياق ثوري تتحول الى افتيكيك سلطة داخل مصنع داخل مزارع داخل الى اخيره عمرها في اي تجربة كانت مأسة نظام حكم مستقر عمرها مأسة نظرية بديلة ديمقراطية فما محاولات نظرية فما البعض من المفاكرين كما كالسورياديس كما كاللوفاق كما انا اغانت بيدها اللي حاولوا ينظروا نوعا ما لشيء ولكن ما فيهم حتى واحد توصل الى صياغة نظرية ديمقراطية بديلة الى صياغة نظام حكم وكل التجارب الديمقراطية في العالم ما فيها حتى حاجة تشبه الى نظام مجاليسي شنو عنا في تونس شنو البناء القاعد هذا هو البناء القاعد كما كانوا يحكيوا هو التقاء بين سي قيس سعيد لما كان مدرس القانون الدستوري كانت عنده كان يدافع على فكرة الاقتراع على الأفراد في النقاشات الاولى بعد الثورة متعكفش بش عمله مجل تأسيسي وقتها الضد رأي الهيئة العليا اللي كانت رأسها سعيال بن عشور ومجموعة لها قوة نص الحرية السرية كانت تؤمن بالفكر المجاليسي وعليش تؤمن بالفكر المجاليسي لان وقتها كانت تعتبر أنه ليجين حماية الثورة اللي هي موجودة والتي تشكلت في الأحيان نجم تتحول إلى حالة ممأسسة وإلى آخره معناها انقرضت بعد أسابيع أو أشهر في أقصر حالات فيها اللي طبعا مشاه في معناها ليجين حماية الثورة وتم الانحراف بها في أطراف سياسية معينة وإلى آخره ولكن هذا الكل انتهى ما عادش ممكن نحكيه على تجربة مجاليسية في غياب المعطى الثوري اللي يلزمها معنا في كل تنطلق منه وحتى تنطلق منه مرة أخرى عمرها مأسة إلى نظام حكم يعني ما نجموش نجيه نسقطه من الفوق نظام حكم باسم شعارات مجاليسية وقتلي يعني تجربة تعتبرها مسقطة اليوم مهدي للعشق مسقطة بإرادة رئيسية فوقية وأكثر من هكا البناء القاعدة لماذا عنده حتى علاقة بالفكر المجاليسي لأنه في الفكر المجاليسي المجالس عندها السلطة عند السلطة الاقتصادية وعند السلطة السياسية في البناء القاعدة كل السلطة عند رئيس الدولة والتفتيت هذا على ألاف المجالس كما كان يحكي سرحان وسيمي هو لإخفاء الحقيقة متاع أن وجود لعب سياسي وحيد يمتلك كل السلطة وهي باسم المركزية وباسم ديمقراطية والقاعدية وإلى آخره هي مركزة مفرطة للسلطة بين أيدي شخص واحد نعطيك نجيه لكيفاش يصير هذا أولا ما فهم لا في مشروع البناء القاعدة كما قدم ونذكروا مرة أخرى ليو عمر ما تقدم في وثيقة كاملة وشاملة وفيها كل التفاصيل ومعنى ديما فهمة معنى ملخصات فهمة هكا بضع رسوم لا فيها تنظير لا فيها معنى حجاج لا فيها تفكير فهذا أشكال كبير ولم تعرض على النقاش نجيه للمشروع كيفاش دوك بيش نعملوا في العيمة دات انتخابات على الأفراد يشكلوا مجالس محلي في كل معتمدي من المجالس المحلية سنوصعد مجالس جيهوية كيفاش عبر القرعة كل تليسة أشهر دوية تتجدد هتو نجيه حكيد القرعة عن بعض ومن المجالس الجيهوية يتم تشكيل هالغرفة البرلمينية الثانية اللي هي مجلس الوطني للجهات الأقالية شنو دور المجالس المحلية ما نعرفوش سينظم بقانون في مجلس نواب معناها مرة أخرى عطينا كيفاش يتم التركيب والانتخاب والأخير هي وما عنا حتى المهام والأدوار الموهولة لها المهام والأدوار ما نعرفوش هاي هوقع لكي خليفة أو البرلمين القادم سيفتم نظر خليفة ما هو باش ينفيدوا المستمعين روما ما تخلق تقولها رو تقول ستنظم بقانون في مجلس نواب وشنو يغير في هذا المشكلة اللي غير معلومة معلومة بقولها يا خليفة ما تحتاج تشتر معلومة يا خليفة خليه يكمل فكرته بعد تفعل معا هي تأكيد الفكرة أنه مرة أخرى عنا مشروع اللي يتعدى بالتقصيد اللي معنيش مشروع يكون بطريقة واضحة للتوانسة هاو مشروعي نعرضو على التوانسة لأ نحن المنروف بالتقصيد مشروع منقوس معناها تعتبرون أولا غير مكتمل غير واضح غير ناضش وفي تناقضات عديدة أدو نجيها بالتفصيل ناخذو مثال مرة أخرى يبرز اللي في اللخر السلطة عند شخص واحد أولا النظام السياسي معنا حكينا فيه قبل والدستور اللي بتاع قيس سعيد زيد كارسو هو نظام اختلال تيم للتوازن بين السلطة معناها عندها رئيس جمهورية عندها كل السلطة عندها كل المشروعية غير قابلة للمحاسبة حتى في حالة خرق جسيم للدستور تتدخل في كل السلطة وما يتدخل فيها أحد وبالتالي هو نظام رئيسوي واحد اثنين اثنين ونكمل اي في المجالس المحلية فلنفترض أنه الدور متاحها هو صياغة المعنى لي أنه الفكرة متاع البناء القاعدة هو أنه صياغة المنويل التنموي ستنبع من القاعدة أنه كل متساكنين متاع كل عمادة متاع كل محلية هم أدرة بمشاكلهم وبالتالي كل مجموعة معناها كل مجلس محلي يصيغ المشاكل والبداء المتاعه ويتم تأليفها جهويا ثم وطنيا في المجلس الثاني باه شو موجود في القانون بالمرسوم لأنه مش قانون المرأة أخرى مرسوم بإرادة فردية بإجاز بعدها نمزلت عنا الساعة ثانية بش نزيد ونحكيه أكثر في المرسوم عندك وهذا كان موجود أيضا في مشروع بناء القاعدة في كل مجلس محلي عنا عضوية الرؤساء الإدارات المحلية الذين يعينوهم الوزير ما ما يصوتوش ولكنهم أعضاء ما معنا يا مجلس محلي محلي مرة أخرى فيه ممثلة على كل عمادة عنا وزير كيفش يعينوهم الوزير يعينوهم هم رؤساء إدارات وزير وزير معني سلطة الشراع في سلطة الشراع في سلطة التنفيذية من غير حالش في العمادات أعنا معتمديات في تونس فيها عمادتين فقط عنا معتمديات فيها ثلاثة عمادات ربع برشة السلطة أموزة فيها ثلاثة عمادت أربع معتمديات فيها عمادتين فقط في هزومة مش كون عندك مجلس في صوص عمد أعضاء أو تلاثة عمد وزير تحط فيهم ممثلة إدارات هل فيجوع اما يمكن أن فكرة أن المجلس يكون في صوص عمد وكل ثلاثة شهور واحد يولي هو في العوض في المجزيوي ثم يرجع الاخر ثم يعود يتبع. اثنين بشتحط فيهم ممثلي الادارات هذو ما. نعم. لي صياغة منويل التنمية مثلا. نفترض انه هيدا هي المهمة. شنين نتيجة متاع هيدا. نعم. من سيسيطر على النقاش. اللي عنده المعطيات. اللي عنده. وبالتالي ستكون طريقة لي مرة اخرى. المنويل التنموي الذي سيصاغوا مركزيا. سيمرروا محليا وجهويا وكأنه نابعا من القاعدة لانه الاداريين هما اللي يعرفوا خير. ودبيع صورة متاع ديمقراطية قاعدية الى اخير هي لاخفاء واقع. ووصلت الفكرة مهدي خاناتي والمجال.